اشتركوا في القناة مدام كارلا مدام كارلا مدام كارلا مدام كارلا أشتركوا في القناة أشتركوا في القناة كلهم أصحابي كلهم عجلت كثيرا نبسطنا اليوم بس نزلت قلت لي يلا نور يلا أنا مشي قالت لي إيه هلا قلت لي طيب أوكي أنا خايفة لا شو لا تخافي أنت يعني في كثة أنا خايفة يلا عادي شايا عادي عدي عمريك نور 13 13 إن شاء الله العمر كله يا رب بسطت عنا حبيتي حنار دايك شو طلع لك ملا صديقة بطايا العقل يلا حنار ليه كمان بطايا العقل يلا الميجري قدامي آه قدامي قدامي صوفي متل البلار وأنا قديت يامي آه يامي يامي عشانا مكوية بنار بالله عليك يا الهرب ما ترضى حتى تجاوب قلبي في حبك دايم فيها عجيب فيها غريب بالله عليك مكوية بنار عشانا مكوية بنار مكوية بالنار عشانا مكوية بنار عشانا رب勝د وعشانا مكوية بنار واتشالك شكرا 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 حنان اليوم نققت خيار أغني ورهية كثير مرتاحة ومبين هيدا الشيء كانت عم تغني برواق مركزة عالمغنى تبعه في محلات كثير كان الصوت عم برين كثير حلو الأداء كان مبين على وجه ومبين أنه عم تركز على النيانس ولكن بعضهم الأفليت بدهم كثير شغل عند حنان يعني في محلات حسيت في استلشاء بالأفليت في محلات كانوا الأفليت مقاطشين عدم استعمال النفس كمان ما ساعتها تتركز أفليتا وهذا الشيء بفتكر أنه بها المرحلة لازم حنان تبلش تركز عليها لأنه من ناحية اللحن والملودي عم تلقت أحسن مركزة أكتر رغم أنه أشطت بكم مطرح بالبرايم ولكن هي بالإجمال بالمغنى أحسن بكثير أفليتا هي عارفة أنه عندها ضعف فيهم لازم تبلش تركز عليهم وتشتغلهم مصبوط حنان فرقة كتير صارت بالنوطات العالية ما بقى تشد وصارت عم بتطالن بكل رياحة هاي شغلة سعادتها تتقدم أكتر وأكتر بس وصلنا على وقت في ناس أقوى حبيت الغنية الملودي طبعة حلوة ما بعرفها وحلو أنه عرفتنا عليها وعرفتنا عليها بشكل حلو واضح أنه عاملي مجهود كتير كبير حنان المشكلة كلها أنه اليوم نحنا مشان هيك اخترنا هالإفال يلي هو أطربونا أبهرونا لأنه اليوم خلص في خمس أصوات حلوة بدنا نقل أحلى بدنا ننطر غيرها وبدنا نشوف البقيين شو رح يعطوا ما بقى عنا نحنا اليوم بهالإفال ما بقى فيه مجال أنه هيدا بالمرة مش منيح وهيدا منيح أبدا كلهم مرورهم حلو نحنا عم نشوف اليوم مين واحد من هالخمسة رح يكون شوي أقل مستوى لحتى يكفوا الأربعة من دونه لما بلشت حنان بالأكاديمي كنت دايما نقول أنا أنه إديئة وحضورة وشكلها أقوى من صوتها ولكن حنان واضح قديشها اشتغلت يعني واضح قديش تطورت واضح قديش عم تشتغل واضح قديشها بتركز يعني عم بتركز على كل نقطة يعني خايفة أنه تزحت أو تفلت منها النقطة أنا اليوم بقدر أقول أنه حنان اشتغلت على صوتها ليصير على مستوى حضورة وإديئة ولكن بعد بدها شوي شغل ليكون صوتها السلس يعني ما نحس أنه عم تعمل كل هالجهد يعني أنا اليوم بصعب بتفرج عليها كثير بحبها البنت كثير عندها قدرات تمثيلية كثير بحب حضورة ولكن بعدني بحس أنه مش مش متمكنة من صوتيا مش متمكنة بس بدي سر على شغلي حنان ممكن تتخطى البقيين إذا ضلت عم تشتغل على صوتها متل ما عم تشتغل هلأ بالأكاديمي حنان بالفرنسي منقول بيشوز يعني من هول بحطه براسه ونو بيشتغله وهيدا يلي وصله لهون اليوم أكيد في أشخاص أصواتهم أحلى أنا ما بقول أحلى متمكنة أكتر يعني بيغنوا بسلاسة أنا بحب ماشية صوتها لحنان كتير ولكن في أشخاص بيغنوا بسلاسة أكتر بيقدروا يلعبوا بصوتهم بيقدروا يقدوا عدة أنواع يعني صوتهم متوع أنه يقدر يخليهم يقدوا عدة أنواع غنى حنان أقل من غيره بهيدا الموضوع ولكن هيك أقوى من غيرها بالنسبة للحضور وللإداء وللكاريزمة وحنان بتوصل لأنه هي شغيلة عطول بالعالم الغنائي كان في أصوات مختلفة متنوعة يعني كان في ناس بتغني الطرب التقيل كان في ناس بتغني الطرب الحلو الناعم الخفيف كان في ناس بتغني طاقطيق يعني بالطاقطيق مش يعني طاقطو أغنية ما بتصوه هي شكل من أشكال الموسيقى الغنائية بالموسيقى العربية حنان هي يعني إذا بدكن حتى الأصوات الموجودة عندنا اليوم بالأكاديمي هي إشانتيون أو نموذج عن هالأصوات يلي كل صوت فيها بيقدر يكون عم بيغني نوعا معين حنان من الأصوات المهضومة الحلوة الناعمة يلي بتوصل فرح وقتها بتغني يلي بتعطينا هيك شي مهضوم بتنقلنا لجو حلو ولكن بالنهاية في ناس متل ما قلتوا بتغني بطريقة تانية مختلفة أولا لأنه في موهبة يمكن كمان هيدة بتجي بالفطرة وفيه شغل حنان من الناس اللي عندهم موهبة حلوة ومهضومة عم تشتغل عليها تتطور إن شاء الله توصل لمطرح حلوة بالحياة ولكن بيضلي إنه إذا بدنا نجي نقارم الأصوات ونحكي تقنياً في ناس عندها إمكانيات صوتية للغناء الطرابة أو للغناء اللي بده بيطلب فعلاً كافاءة أو تقنية أكتر فنحن أكيد قد ما فينا رح نظل نرفقهم حتى لو فلهم نحن مستعدين أن نكون دايماً حدهم طيعتوا الأحلى وطيعرفوا يختاروا الأفضل لأنهم وحنان من الناس اللي بيستاهلوا عن جد أنه يكونوا مروا بها الأكاديمية لأنه فعلاً فرجتنا شغل فرجتنا أدي حلو الإنسان يتطور ولكن بالنهاية بس نصر على الكلمة الفصل بيكون فيه أشخاص بيتميزوا شوي أكتر بيكونوا شوي أقل وهذا هي اللعبة موسيقى 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 موسيقى